تسأل تقول ما هي أعراض الشخص المسحور التي تظهر عليه أم غاية بارك الله فيك بالنسبة للسحر هو لا شك بأنه مرض خطير والعلامات التي تظهر على المسحور تختلف باختلاف نوعية السحر تعلمين بأن السحر أنواع منها سحر العطف وسحر الصرف مثلاً سحر العطف وأن يجتمع اثنين متباغضين اجتماع يجزم الناس بأن هذا ليس له سبب ظاهر ما له سبب ظاهر عدوين كذا فيجتمعان في صورة عجيبة وكذلك بين شخص وامرأة مثلاً خطبها وهي لا تريده ما تريده ولا تريد كذا أو هو لا يريدها وفجأة يعني بصورة عجيبة جداً ما لها سبب يعني ما في لها سبب ظاهر اجتمع وهذا يسمونه صرف العطف عفواً سحر العطف السحر الصرف اللي هو التفريق بين الزوجين التفريق بين العائلتين أو بين الأرحام مثلاً ليس لأمور يعني لها سبب ظاهر ملموس يعني مثلاً أخوين بينهم من الألفة والمحبة وبينهم من يعني كذا وفجأة أبغض أحدهم الآخر ما في سبب يعني فتشون عن السبب ما وجد السبب هذا ظاهر أنه هذا يسمى سحر الزوجين مثلاً بينهم من المحبة والألفة والتناغم والإنسجام وشيء من مما يعني يعتقد الناس بأن هؤلاء ما يمكن أن ينفصلان في يوم العيام فحصل تفريق بينهما ما له سبب ظاهر ما في سبب ظاهر يعني ما اختلف على نفقة ما اختلف على مثلاً شيء من العشياء لا هكذا ليش يا فلان طلقت زوجة قال ما أدري ليش يا فلان أبغط زوجة تقول الله ما أدري هذه العلامات اختلف فاضل كذلك من العلامات أن يظهر على المسحور يعني شيء من الإعياء والتعب والإرهاق وانصراف الذهن بحيث يتشتت ذهنه ولا يكون هناك تركيز مثلاً ربما يعني صنف على أنه من المجانين وقد يكون مسحور قد يكون مسحور هذه بعض العلامات وممكن اختلف فاضل ستتواصلين مع بعض الرقاط الشرعيين على المنهج السليم والطريق القوي لدينا لهم دراية وخبرة وأيضاً عندهم دربة في هذا الباب ممكن يفيدونك أكثر